أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فمن رحمة أرحم الراحمين أن جاءت الآيات لتقرر في مسألة الرضاع فالقرآن قلّى الشيء اللي وذكره يتعلق بهذه القضايا للقضايا الدعاوة على النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحل الله البيع وأحرم الربا لأنه هو الذي يملك هذا الحق وفي سورة براءة فضح للمنافقين بخطاب عجيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا ونفعنا بما علمتنا ثم أما بعد أيها الإخوة نواصل مجالسنا القرآنية التي نتلو فيها كتاب الله ونتدرسه ونرجو الله عز وجل أن يحفنا بملائكته ويغشانا برحمته وتتنزل علينا سكينته ويذكرنا الله عز وجل في من عنده بين يدينا أيها الأحبة سورة عظيمة تقر نفوس المؤمنين وتشرح صدور المتقين تأنس لها النفوس التي حملت لواء أنصرة دين الله عز وجل دعوة إليه والجهاد في سبيله إنها سورة الفتح إنها سورة الفتوحات الربانية سورة أيها الأحبة يمكن أن نبين مقصدها الذي يمكن أن تركز عليه والله تعالى علم أنها في كمال العناية الربانية بالمؤمنين وبيان فضلهم وجزائهم وتهدئة نفوسهم وتسكين قلوبهم وفورتهم حين منعهم أهل مكة دخول للبيت الحرام إذن هي في خلاصتها تهدئت قلوب المؤمنين وتسكينهم وبيان رعاية الله عز وجل لهم حينما منعوا من دخول مكة هذه السورة أيها الأحبة سورة الفتوحات والعناية الربانية بالمؤمنين كان نزولها في السنة السادسة من الهجرة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من الحديبية المؤمنون المؤمنون النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه قد أتوا في عدة واستعداد لدخول مكة وهم على استعداد وفورة لمقاتلة المشركين من أجل أن يصلوا إلى بيت الله الحرام فوقف لهم المشركون وصدوهم ومنعوهم من دخول البيت الحرام ومن يمنع من بيت الله الحرام المشركون هؤلاء لم يكونوا يمنعون أحدا من بيت الله حتى أرباب الأديان الأخرى أو اليهود والنصارى لم يكونوا يمنعون أحدا من البيت البتة لكن الحمية الجاهلية التي كانت في نفوسهم جعلتهم يمنعون النبي وأصحابه من دخول البيت فما كان من ذلك والقصة طويلة إلا أن حصلت قضية صلح الحديبية فإن النبي صلى الله عليه وسلم بحكمته وبعد نظره أخذ الأمر بهوان وبحكمه وبعد سعي ومصالحة وحوار بينهم وبين المشركين لجأوا إلى الصلح هذا الصلح الذي هو أعظم الصلح في الإسلام وكان فيه من الثمار العظيم الذي سمي بذلك فتحا مبين وسبحان الله لو لا تأملنا أيها الله كيف يكون منع المسلمين فتح مبين ولذلك فارت نفوس الصحابة كيف يمنعون أن أرضى الدنية في ديننا كما قال عمر وهو عمر رضي الله تعالى عنه وهو أمر طبيعي أيها الأخوة لكن حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وحكم الله من قبل كان في ذلك أمرا عظيما أيها الأخوة كما سيأتي فكان هذا الصلح الذي عقد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين المشركين مدته عشر سنوات ولم يفي به المشركون بعد أربع سنوات نقبه الشاهد أن هذه السورة باختصار كما سيأتي في بيانها هي نازلة بعد منصرف النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة أو من صلح الحديبية يقول الله سبحانه وتعالى إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينَةً لاحظوا أيها الأخوة هذا التأكيد والتعظيم لهذا الأمر لم يقل إني إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينَةً وما هذا الفتح أيها الأخوة اختلف المفسرون في هذا الفتح على أقوال لكن الراجح أن هذا الفتح هو صلح الحديبية أن هذا الفتح هو صلح الحديبية لماذا؟ لأنه كان مقدمة لفتوح كثيرة منها فتح خيبر ثم فتح مكة أرأيتم؟ لو لم يكن هذا الصلح لتأخر فتح خيبر وربما تأخر فتح مكة هذا الصلح أيها الأخوة كيف كان خيراً عظيماً؟ ابن القيم رحمه الله بدقة علمه وعمق فهمه استخرج ما يقل عن ثلاثين وجهاً من مصالح ثمرات هذا الصلح وأنه أعظم من لو كان قتالاً كيف؟ أولاً لما كان هذا الصلح اطمأنّت العرب والقبائل وكان ذلك سبب في إقبال أناس من من يرغبوا إلى الإسلام فدخلوا إلى الإسلام من غير قريش يعني دخلت قبائل في الإسلام وهذا الذي يريده الرسول الله وهذا هو غرض ومقصد الشرع دخال الناس في دين الله فأقبل أناس واطمأنّوا فدخلوا في دين الله الأمر الثاني أن المسلمين الذين كانوا في مكة مستضعفين استقروا وأمنوا على أنفسهم الأمر الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم اشتغل عن قريش بغيرها بخيبر والتي فتح الله له فيها فتحاً عظيماً وغانم المسلمون فيها مغانمة لم تكن على بالهم فتحاً عظيم اغتنى المسلمون بها واقتووا وصارت لهم قوة وصار له مكانة الأمر الثالث أن المسلمين الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم كم عددهم في صلح حديبية ألف وأربعمائة كم كانوا يوم فتح مكة عشرة ألاف رأيتم هذه المدة كيف كانت عزاً للإسلام وقوة للمسلمين وكثرة لهم بما كان لهم لم يكن للمشركين بعدها سبيل إلى مواجهتهم إذ لو كانوا ألف وأربعمائة ربما واجهوهم وربما كانت مقتلة بين المسلمين والمشركين وكان فيها أمر مما قد لا يعني قد يكون فيها ضرر على المسلمين ولله الأمر من قبل ومن بعد ولهذا قال وغير ذلك اقرأوا إن شئتم زاد المعاد في ابن القيم في قصة الحديب والله إنه لأمر عجب والله لا تدمعنا عهونكم من ما ذكر من عظم هذا الصلح وفوائد ونفعه العظيم ولهذا قال إنا فتحنا لك فتحاً مبينا فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم واستبشر الصحابة ثم قال الله تعالى ليغفر لك الله ما تقدى من ذنك هذا من ثمرات هذا الصلح لما كان الصلح ورضي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة أكرم الله نبيه ومنحه فضائل لم يمنحه من قبل ما هذه ما هذه أولاً وعده بالفتوح ثانياً قال ليغفر لك الله ما تقدى من ذنبك وما تأخر ففي هذه القصة وعد من الله بأن الله غفر له ما تقدى من ذنبه وما تأخر وهو قد غفر له ما تقدى من ذنبه وما تأخر لكن هذا الوصف ناله النبي صلى الله عليه وسلم وعرف به ولذلك عائشة لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعبد قالت ألم يغفر الله لك ما تقدى من ذنبك وما تأخر فقال أفلا أكون عبداً شكوراً فهو قد غفر له ما تقدى من ذنبه وما تأخر وما غفر لأحد من ما تقدى من ذنبه غير النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الأمة وعداً من الله قد يغفر الله لكن ما جاء في الأحاديث إنما هي في أمر النبي صلى الله عليه وسلم خاصة فيما تقدم وتأخر يعني جميع ذنبه ما تقدم وما تأخر قال الله سبحانه وتعالى ويتم نعمته عليك ما هي النعمة اللي يتمها الله عز وجل عليه لا نحصيها عددها أتم الله عليه النعمة بأن آمن به قوم في فتح مكة وكثر المؤمنون به وأتم الله تعالى عليه النعمة بأن جعل بعد هذه السورة ما بعدها كلها أتمام نعمة من الأحكام تفصيلات وأحكام وهدي كلها من أتمام النعمة ولذلك لو سبرنا ما نزل بعد هذه السورة لوجدناه إتماماً للدين إتماماً للدين يعني من كسورة التوبة سورة المائدة كلها إتمام كلها إتمام للدين قال الله سبحانه وتعالى ويهديك صراطاً مستقيم ومن هدايته الصراط المستقيم أن الله تعالى أفاض عليه بالهدايات التي أنزلها في كتابه والأحكام البينات والتفصيلات فهذه من هدايته له والخير الذي أعطاه الله إياه قال الله وينصرك الله نصراً عزيزاً والعزيز هو الغالب يعني هذا النصر عزيز أي أنك ستكون غالب وقد نصر الله عز وجل على قومه ونصره على أهل الكتاب ثم نصره على فارس والروم يعني نصر الله أمته بعد وفاته فمكن الله تعالى لدينه وأمته فأي نصر وأي فتح هذا الخير الذي كان منطلقه صلح الحديبية قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في شأن المؤمنين يعني بعد أن أكرم الله نبيه أفاض الله على المؤمنين ما اطمأنت به قلوبهم من هذا بعد هذا الصلح الذي كانت كنسباً في تكتير نفوسهم وحزنهم أن لم يكونوا يصيلون البيت ولم يصيبوا المشركين وشعروا بالدنية شعروا بأنهم وهم أهل الإسلام ولهم القوة وبهذا هذا الصلح لم يمكنهم من دخول البيت لكن الله عز وجل أفاض عليهم من رحمته ولطفه وسكينته فقال هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين يعني بعد هذه برضى الحكم الله عز وجل أي أنهم رضوا بحكم الله يعني قبل نزول هذه الآية أنزل الله عليهم السكينة فرضوا بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ليزدادوا إيماناً مع إيمانهم أي هم مؤمنون مصدقون لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن الله زادهم بذلك حيث قبلوا ورضوا بحكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الله سيزيد بي سكينة وإيمانا قال الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما إيش مناسبة ذكر الجنود هنا يعني كأن الله تعالى يقول يشيد بهم بأنهم من جنود الله أي أنكم جنود الله وأنتم من جنود الله بل من خير جنود الله في نصرة دين الله ولهذا قال ولله جنود السماوات والأرض فعبر بالجند الذين هم أهل الغزو والجهاد والنصر قال الله تعالى وكان الله عليما حكيما يعني عليما بما في نفوسكم إن كنتم صادقين في الاستجابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم حين أمركم بالكف وأجرى لكم الصلح وكان في ذلك خير عظيم وسلامة لهم قال الله وكان الله عليما بحالهم حكيما إذ شرع ذلك الصلح لهم ففيه فصالح لهم وإبقاء لهم وتمكين وتقوية قال الله سبحانه وتعالى أيضا في ما يطمئن به مفوس المؤمنين ويكرمهم ويشرفهم قال ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها الله أكبر الله لو لم يأتي من هذه الكرامات إلا هذه لكفى في ربط الجأش في نفس المؤمنين وتسكينهم وتهدئتهم قال الله تعالى ويكفر عنهم سيئاتهم أي أن الله أجزل لهم الأجر وإن لم يجاهدوا فأجرى لهم أجرهم وكفر عنهم سيئاتهم بنيتهم بنيتهم ولا شك أن الأعمال بنيات وإنما لكل امرئ منوا وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم وقال من هم بالحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة والحسن بعشر أمثالها فهم هموا وعزموا لكن الله عز وجل أراد بحكمته غير ذلك فكتب لهم الأجر قال الله تعالى وكان ذلك عند الله فوزا عظيمة يعني دخول الجنة وتكفير السيئات فوز هو والله خير الفوز وإنما تريدون أيها المؤمنون الفوز فها هو الفوز قد منحكم الله إياه بأن وعدكم جنته قال الله تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله يظن السم ما مناسبة ذكر المنافقين هنا والمشركين هم في مقابل المؤمنين لكن يظهر الله تعالى على أن هذا الصلح وغزوة أو صلح حديبية لم يحضرها أحد المنافقين لماذا؟ لأنه كان بينهم وبين المشركين صلة ومودة وتواصل وخشوا أن يأتون مع المسلمين فيكون بينهم وبين قومهم الذين يظاهرونهم من خلف المؤمنين بخفائم عن المؤمنين أنهم يواجهونهم وهم أصحابهم فلم يخرج من المنافقين أحد لغزوة أو للصلح الحديبية قال الله ويعذب المنافقين والمنافقات ولذا قدمهم هنا على المشركين السورة مدنية والقصة لازلة في المنافقين الذين لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لمكة ظنوا هؤلاء المنافقين ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم سينالهم من الكفار نيل وأن المشركين سيغلون في المسلمين إذ أن لهم القوة وهم أهل البلد فظنوا ظنًا سيئًا وكأنهم سروا بذلك أن لعل المسلمين يصيبهم من المشركين مصاب فيكون ذلك غنيمة لهم وغنيمة للمشركين أرأيتم الظن السيء؟ قال الله عز وجل الظنين بالله ظن السو ظنوا أن المسلمين سيهزمون وأنهم لن يستطيعوا أن يتمكنوا من دخول مكة وهزيمة المشركين فقال الله الظنين بالله ظن السو عليهم دائرة السو أي أن السو سيدور عليهم سيحيط بهم وقد حاط بهم السو حينما مكن الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وغضب الله عليهم حق لهم أن يغضب الله عليهم بتخلفهم وبظنهم السيء بالله وبالمؤمنين وهذا دليل على أن من أساء الظن بالله في نصرة دينه نصرة المؤمنين أو أساء الظن بنفسه أساء الظن بالله في ذاته فظن أن الله لن يوفقه لن ينصره لن يعينه لن يغنيه ذلك السبب لتخلي الله وغضب الله عليه قال الله تعالى ولعنهم يا ذنب الله وعد لهم جهنم وساءت مصيرا انظروا كيف كان شأن المنافقين وما نالوه من تخلفهم وسوء ظنهم لعنة الله وغضبه وأعد لهم جهنم في مقابل ما كان من أمر المؤمنين الذين استجابوا لأمر الله ورسوله قال الله تعالى ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيز الحكيمة ما مناسبتها مناسبتها أن ظنكم هذا فاسد لا ليس له واقع لماذا لأن الله له جنود السماوات والأرض ينصر عباده حيث يشاء ولهذا قال هنا وكان الله عزيزا حكيمة وفي الآية السابقة قال عليما حكيما هناك الخطاب لمن للمؤمنين فهو عليم بحالهم وبنيتهم وقصدهم في نصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصف الدين وحكيم بأن الله أجرى ذلك الصلح لكن هنا قال عزيز قادر على نصر المؤمنين حكيم في ذلك قال الله تعالى إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أي كيف لا يكون نصر الله لك وتأييد الله لك وأنت رسوله وهذا رد على المنافقين والمشركين في سوء ظنهم وظنهم السيء برسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه سيهزم كأن الله يقول كيف تهزم وأنت رسول الله إنا أرسلناك شاهدا وتأمل قوله شاهد فهو عليه الصلاة والسلام شاهد عليهم وعلى المؤمنين بما يعدهم به من الحق وما أمرهم به من الجهات قال الله تعالى شاهدا ومبشرا ونذيرا في سورة الأحزاب قال إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعنا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أنا سأطرح سؤال عليه هدية ما الفرق بين هذه الآية وآية الأحزاب هناك قال ونذيرا وسراجا نعم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعنا الله بإذنه وسراجا منيرا وهنا قال مبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ما الفرق بين الآيتين ولماذا قال هنا زاد في الوصف هناك واكتفى بهذه الصفات الثلاثة هنا يكون الجواب بعد الإشاء إن شاء الله قال لتؤمنوا بالله لتؤمنوا بالله يعني إنما أنزل أرسل رسوله وجعله كذلك لتؤمنوا ليتحقق إيمانكم بالله ورسوله الذي هو إيمان به إيمان بالله تعالى وتعزروه وتوقروه وتسبحوه الضمير لمن؟ لله تعالى لأنه قال لتؤمنوا بالله وأدرج النبي صلى الله عليه وسلم تبع لأن الإيمان بالنبي تبع للإيمان بالله فقوله وتعزروه ما معناها؟ تؤيدوه وتعززوه وتنصروه تنصرو دينه وتوقروه أي تعظموه وتسبحوه ومن التسبيح الصلاة بكرة ولهذا قال بكرة وأصيلا وتسبحوه أي تسبحوه صلاة لأن التسبيح ورد في الصلاة في القرآن بمعنى الصلاة كما في آيات كثيرة قال الله تعالى إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله انظروا أيها الأخوة إلى هذه الآية العظيمة أولا افتتح الله هذه الآية التي تمثل قصة بيعة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هذه البيعة التي شرف بها هؤلاء الصحابة والله ثم والله لو يعني هذه البيعة لو لم يكن لهم في هذه الدنيا من الشرف والفضل والخير إلا هذه البيعة لكفاء بيعة الرضوان هذه البيعة التي منحهم الله فيها شهادة الرضا لقد رضي الله عن المؤمنين وشرفهم وأكرمهم بالمغفرة وعدهم بها مغانم كثيرة فما أعظمها والله من شرف بيعة الرضوان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في صلح يعني يرسل الرسل السفراء بينه وبين المشركين للصلح فأرسل عثمان رضي الله تعالى عنه إلى مكة فأبطأ فأبطأ عثمان على المسلمين فظن أو جاء مخبر أن عثمان قد قتل قد غروا به المشركون فقتلوا أو غدروا به فقتلوا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعة البيعة فاجتمع المؤمنون من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم فبايعوه تحت شجرة 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 سدر أو طلح بايعوه بيعة على أن لا يرتدوا على أن لا ينهزم وأن لا يرجعوا بيعة صدق على الجهاد والقتال أن لا يفر وعلى السمع والطاعة وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايعوه كل إنسان بيمينه وكان عمر رضي الله تعالى عنه وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبه آخذ بيد رسول الله صلى الله عليه وسلم بخبر عثمان أنه قد نجأ وأنه ورجع إلى الصحابة فغنم المسلمون صدقهم وبيعتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن بعد ذلك قتال والله إنها لبيعة عظيمة هي أعظم بيعة بعد بيعة مبايع النبي صلى الله عليه وسلم النقباء من الأنصار الذين ناصروه وكان سببا في هجرته لكن هذه البيعة بيعة نصرة بيعة جهاد وشارك فيها ألف وأربعمائة فهي بيعة عظيمة ولهذا تأملوا أيها الأخوة التعبير القرآني العظيم في وصف هذه البيعة يقول الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يعني كأنهم بايعوا الله ولهذا وصفها وصفا أبلق قال يد الله فوق أيديهم يعني كأنهم قد بايعوا الله تعالى مباشرة ومدوا أيديهم ليد الله تعالى البيعة هنا يد الله فوق أيديهم هي معنوية لكنها المراد بها كأنهم بايعوا الله تعالى ومدوا يده ليده عز وجل تشريفا وتكريما وفضلا ولهذا قال فوق أيديهم قال الله تعالى بعد ذلك فمن نكث فإنما ينكث على نفسه مرتد بعد ذلك فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما وقراءة عليه الله تفيد الضم هنا يفيد أيضا معنى البيعة العلو عليه الله فهي تفيد مشهد البيعة أو مشهد المبايعة فسيؤتيه أجرا عظيما وما هو الأجر الذي أتاهم الله إياه ستذكره السورة بعد قليل قال الله سبحانه وتعالى انقطع السياق هنا عن حال المبايعين إلى حال المنافقين أو الأعراب وليس المنافقين قال الله تعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب يعني بعد رجوعك من صلح الحديبية سيتلقاك الأعراب الذين لم يذهبوا معك خشية أن يصيبهم ما يصيبهم من قتال أو نحو ذلك يأتون ليعتذروا وهؤلاء ليسوا منافقين يعني هم خلاف هل هم من المنافقين أم لا والله تعالى لكن ذكرهم بأنهم الأعراب يدل على أنهم ليسوا من المنافقين أو قد يكون منهم منافقون سيقول لك المخلفون أي بعد رجوعك إلى المدينة شغلتنا أموالنا وأهلنا أي عن الذهاب معك إلى الحديبية وإلى مكة فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم إذ أنهم قد رضوا بأموالهم ومت متع الحياة والزرع والرعي فاطمأنوا لها فهذه حياتهم هم قد يكونوا آمنوا لكنهم لا يريدون الجهات الذي يقطعهم عن هذه المصالح الدنيوية يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قال الله قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفع ماذا يغنيكم مكوثكم في أموالكم أولادكم هل سيمنعكم ذلك من أن يصيبكم الله بضر أو نفع ولهذا قدم الضر هنا على النفع لأنه هو الأنسب للسياق يعني لو أصابهم الله بدائرة على ديارهم وأموالهم وأهلكها ماذا سينفعهم ذلك هل سينفعكم خوفكم من الموت أن لم تذهبوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفعهم قال الله تعالى بل كان الله بما تعملون خبيرا الله تعالى خبير بما في نفوسكم وأعمالكم وما كان في قلوبكم من عدم الصدق في الاعتذار وعدم الرغبة في النفير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال الله بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا هذا ظنهم مع المنافقين يعني ظنوا أنهم لن ينقلبوا لماذا يعني ظنوا أن قريش ستحيط بهم وتقضي عليهم إذ أن قريش ذات قوة ومنع وعندها من القبائل التي تعززها فظن هؤلاء العرب لضعفهم لضعف عقولهم وجهالتهم بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو على الحق قال بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبهم قلوبكم يعني أنتم زينتم في قلوبكم بأنكم رأيتم أن المشركين أكثر ولهم القوة والمنع وهم أهل الدار إلى غير ذلك وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا أي قاموا في هلاك يعني أو في نفوسكم من الرداءة والضعف والهواني والعجز ما يكون من شأنكم الظن السيء وعدم الإيمان بالله ورسوله وصدق ما وعد الله عز وجل به لأن البور هو الهلاك هو هلاك نفسي في داخلهم الهلاك النفسي في الداخل أشده من الهلاك الخارجي إذ أنه يجعل الإنسان في حالة نفسية متردية من سوء الظن والهوان والعجز والكسل وغير ذلك أيها من الله قال الله ومن لم يؤمن بالله ورسوله فإن أعتدنا للكافرين سعيرا تهديد لهم أنهم من لم يؤمن بالله ورسوله حقيقة فإن أعتدنا للكافرين سعيرا ثم قال الله ولله ملك السماوات والأرض يعني هنا بيان بأن الله قادر وأن الله عز وجل يعني ردا على سوء ظنهم إثبات أن الملك لله عز وجل ثم عرض لهم بالتوبة فقال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء لو كان السياق في التعريض العذاب عليهم لهم لقال يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء لكنه عرض لهم التوبة قبل ذلك وأن رحمته سبقت غضبه فقال يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما ثم قال الله في حال هؤلاء وطلبهم أن يشاركوا المسلمين في معارك أخرى أو في سفر آخر قال الله تعالى سيقول المخلفون هنا لم يقل سيقول لك لأن العذر الأول عذر وهمه لإعتذارهم من الرسول السلام لإظهار الاعتذار أما هذا فهو طلب حقيقي يريدون أن يشاركوا مع النبي صلى الله وسلم وأصحابه في مسيرهم القادم حتى ينالوا ما ينالون من الغنائم لعلهم سمعوا بما وعد الله تعالى نبيه والمؤمنين من الفتح والغنيمة فقال الله سيقول المخلفون إذا انطلقتم إذا انطلقتم إلى مغانم لاحظوا ما قال إذا انطلقتم إلى قوم تقاتلونهم أو مشركين أو كافرين لا إلى مغانم إذا كان قصدكم المغانم فنحن معكم هذه مصلحتهم وهذا قصارى همهم قال لتأخذوها لتأخذوها يعني كأن غرض سفرهم وخروجهم هو الغنائم قال ذرونا نتبعكم لاحظوا من سفالة نفوسهم ورداءتهم ذرونا نتبعكم يعني نصير تبع لكم ولو في مؤخرة الجيش لننال لننال منكم معكم ما تنالون على أن لا نقاتل انظروا إلى هذه النفوس السافلة الضعيفة التي لا حظ لها إلا في الدنيا إلا من حضوط الدنيا قال الله عز وجل يريدون أن يبدلوا كلام الله ما هو كلام الله كلام الله أن الله أمر نبيه أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من كان من أهل الحديبية فأراد الله أن نكرم أهل الحديبية دون غيرهم الذين معه فهؤلاء قال قال الله يريدون أن يبدلوا كلام الله الذي حكم فيه وعد لهؤلاء المؤمنين الصادقين قال الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله كذلكم قال الله أنكم لن تتبعوننا وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أو أمر أن لا يخرج معه إلى خيبر إلا من خرج معه من المؤمنين في حديبية كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا أي فسيقولون إنما غرضكم في منعنا أنكم تريدون أن تستقلوا بالغنائم دوننا انظروا لما كان همهم الغنائم تدور ظنونهم حولها في المؤمنين ظنوا بالمؤمنين أنهم إنما كان منعهم إياهم بسبب أن لا يضايقوهم في أمر الغنائم وينقصوها عليهم هذا شأن أيها الأخوة أصحاب الحظوظ الدنيوية ما يظنون إلا في حدود ما يريدون من الحظوظ والمصالح الدنيوية قال فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليل حقا لا يفقهون إلا قليل لأنهم لا ينظرون إلا لمصالحهم وهذا فقه قليل وفقه ضعيف في من يفقه يعني في من هو فقه في أمر الله عز وجل وطاعته ونصرة دينه تلك الهمم والمعالي العظيمة العالية قال الله سبحانه وتعالى قل للمخلفين من الأعراب هؤلاء رجع عليهم إن كنتم صادقين في طلب الخروج إن كانوا صادقين في طلب الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قل لهم قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم ألي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون من هؤلاء قد يكون هؤلاء هوازن في غزوة حنين أو غيرهم من فارس والروم بعد ذلك كانت هوازن ذات شأن شديد ولذلك فر كثير من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومها حينما قال الله عز وجل ولقد نصركم الله في مواطننا كثيرة ويوم حنان إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت فكان من تلك قوة هوازوة وما معها من الجيوش شدة مع المؤمنين فالله تعالى يقول لهؤلاء قل للمخلفين من العراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا في خروجكم مع النبي صلى الله عليه وسلم كأن هذا في استنفارهم استعدادا لتلك المعركة العظيمة ولذلك خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم وقتها عشرة ألاف ومنهم هؤلاء فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا في الدنيا وفي الآخرة وإن تتولوا أي في الدنيا والآخرة وإن تتولوا كما توليتم من قبل أي في غزوة حنين في غزوة الحديبية يعذبكم عذابا أليما قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في رفع الحرج عن أهل العذر ليس على الأمى حرج في الخروج الجهاد ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله في الأمر الخروج للجهاد يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ومن يتولى أن يدبر ويتخلى عن الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين يعذبه عذابا أليما وهذه قاعدة إذا ناد الجهاد وتولى من تولى فإن هؤلاء يستحقون العذاب الأليما في الدنيا وفي الآخرة فإنهم قد تولوا عن ناد الجهاد من ناد الجهاد الذي هو فرض عينا عليهم إذا كان كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها فعلى المسلم أن يجتنب هذه الكبائر ويتعاهدها ولن يجتنبها ويتعاهد تجنبها إلا بأن يتعلم متى ما رابيت فهو محرم وداخف هذه الآية تعلم علم اليقين أن الله تعالى له الكمال المطلق وبيده الخير كله وعنده خزائن السماوات والأرض فحينها ليس لك سبيل إن كنت عبدا صادقا مؤمنا أن تتوجه لغير ربك ترجمة نانسي قنقر